انا النهاردة كنت مع قافلة التبرع بالدم بشكر طبعا للشركة المتحدة الحقيقة على هذه المبادرة الكبيرة جدا ولي تتسم به الدور الاجتماعي لنا احنا كمصريين في مسندة اخواتنا في غزة مبادرة الحقيقة كانت طيبة جدا جدا من الشركة المتحدة وهي التبرع بالدم كل النجوم كل المزعين كل الناس اللي كانوا موجودين في طبع قطاع الشركة المتحدة لخدمات العالمية كانوا موجودين كلهم النهاردة في المدينة الانتاج العالمي بتبرعوا بالدمهم لصالح طبعا شهدائنا وصالح اخواتنا في قطاع غزة والمصابين بالذات طبعا طبعا اكيد فنتمنى دائما ابدا يا رب يعني ربنا سبتهم وربنا انصرهم وطبعا انا بشكر الشركة المتحدة بصفة شخصية حياة لان هذا هو دور دا الدور دا الدور دور المهم جدا لنا احنا ودنا فرصة ان احنا نعبر على جوانا حبنا لهذا هذا القطاع قطاع غزة ولو بحاجة بسيطة احنا مش هنقدر نعمل حاجة دلوقتي مش هنروح نروح لنحارب مثلا لا برع بالدم برع بفلوس حياة يعني حاجات كلها معنوية نتمنى انها توصل لي شعبنا واخواتنا في غزة وكل التوفيق ليهم ان شاء الله بإذن الله والنصر ليهم بإذن الله كنت موجود مع نجوم كبار منهم وليد صلاح الدين كان بيكلم على قطاع الناشئين بتاع نادي الزمالك وليد صلاح الدين نجميل نادي الاهلي كنت موجود معايا وكان عادل مصطفى موجود كان فيه مجموعة كبيرة جدا من النجوم الموجودين فبيقول لي الحقيقة انا منباهر قال لي كده منباهر ومبسوط جدا وسعيد بقطاع الناشئين في الزمالك النادي الوحيد اللي صدر هؤلاء كم هؤلاء لعيبة ليه كنا منتكلم في الكورة ويعني منتخب وكلام ده فجات سيرة الناشئين فقال لي انا منباهر جدا بما يفعله القطاع الناشئين في الزمالك ليه لانه صدر مجموعة جدا من اللعيبة المميزين جدا وقال لي ده فيه ناس كمان راحت اعراتي كبتاري فقرر فقلت له فلان وفلان وفلان فبنتكلم الحقيقة يعني صدر قطاع الناشئين في الناس الزمالك الحقيقة هو صدر محترم جدا جدا موسيقى